السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصعد الله وقاتكم متابعين بكل خير تم اليوم الكشف رسميا عن سيارة انفينيتي كيو اكس ثمانئين القيل والشكل القديد كليا كما تلاحظون فتحة سقب نوراما مراتب الصفة الثاني منفصلة تأتي بثلاثة صفوف للمقاعد لاحظوا السماعات كاميرات 3D محيطية التحكم بالتكييف أسفل الشاشة تصميم وشكل جميل جدا طبعا تأتي أوسع من قيب لقزز الـ X والتيوتا لاند كروزر 2023 تأتي سيارة بمحرك قديد كليا من 6 سطوانات تيوين تيربو بسعاد 3.5 لتر يولد 450 حصان تقريبا مشابه لمحرك تيوتا هو لقزز وعزم يصل الى 700 نيوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات شعار خارقي مضيء ثلاثية لابعاد أيضا تأتي انفينيتي كيو اكس 9T بشاشتين داخلية مقاس 14.6 بوصة وشاشة 10 بوصة للتحكم في المناخ هذا الشعار ولضاءات LED طبعا شعار 3D فتحة سخب نوراما مراتب الصفة الثانية منفصلة هذا المحرك توين تيربو أيضا تأتي بخاصية تسخين وتبريد ومساق للمقاعد الأمامية والصفة الثانية وتسخين مقاعد الصفة الثالث وعدد سماعة يصير 24 سماعة من شركة كليبش وكايمرات تعمل بلشعة تحت الحمراء ونظام كايمرات متطورة تتيح العرض على الشاشتين الأمامية كما يتوفر نظام تعليق هوائي رقمي الديناميكي والعديد من الميزات تبدأ الأسعار من 83 ألف دولار حتى 112 ألف دولار لا على فئة لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة لأسوكم كل قديد وشكرا لكم